وقعت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحيب عدن مع مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية على اتفاقية تنفيذ مشروع حفر عشر آبار استبدالية في حقل بئر ناصر بحضور محافظ عدن أحمد لملس يتضمن المشروع البالغ تكلفته مليونان وثمانيمائة وثمانية وثمانين ألفا وتسعمائة وتسعة عشر دولارا بتمويل من جمعية الإغاثة الكويتية ويستمر تنفيذه عشرة أشهر المشروع يتضمن حفر الآبار بعمق ثلاثمائة وستين مترا مع منحقاته والمتمثلة في تأهيل الشبكة الكهربائية وتوريد وتركيب شبكة المياه وبناء عشر غرف للضخ وتوريد وتركيب وحدة ضخ غاطسة وتوريد وتركيب محطة توليد كهربائية مركزية وعاقب التوقيع أكد محافظ عدن على أهمية هذا المشروع في تغطية حاجة سكان المدينة من المياه مثمنا في الوقت نفسه دعم دولة الكويت وتمويلها لمثل هذه المشاريع التي تخدم المواطن حضر التوقيع مدير عامي مكتب التخطيط والتعاون دولي انتصار مرشد